نشرت مواقع التواصل الاجتماعي أن بايدن يرتدي قناعاً لكنه نوع مختلف من الأقنعة هل هو حقاً بايدن؟ هناك من يزعم أنه ليس شخصاً حقيقياً وأنه شخصية ألية تم تجميعها داخل متجر لقد ذهب البعض على أنه تم إنتاج عدة نسخ منه تصل إلى عشرين نسخة لكن هذا يبدو مخيفاً حقاً ففي مقابلة تلفزونية ظهر ذلك التباين الواضح في البشرة ذلك الاختلاف يمكنك رؤيته في وجهه ورقبته لم تكن الإضاءة هي السبب ولم يكن الفيديو خاضعاً للتلاعب في برامج المؤثرات البصرية المختلفة أما البعض الآخر فقد ذهب إلى أن بايدن خضع لعدة عمليات تجميل وحقن البوتوكس والتقشير يسمون هذه العمليات بالتدبيس حيث يتم سحب الجلد كاملاً إلى الخلف وهذا هو تفسير الكرة في خلف رقبته لهذا كان يرتدي قناعاً للوجه طوال عام الفان وثلاثة وعشرين لكن انظر إلى مشيته إنها تماماً كرجل آلي رغم أنه تجاوز الثمانين من عمره قام الطبيب الأمريكي مارك سيغل بتشخيص بايدن بأنه يعاني من التهاب حاد في العمود الفقري ولهذا السبب يقع بشكل مستمر وذهب البعض إن هذه الأشاعات تطلقها الأحزاب المعارضة لمنعه للترشح في دورته الثانية ترجمة نانسي قنقر